رئيس الحكومة الإسبانية يؤدي اليمين الدستورية والملك محمد السادس أول المهنئين بعد الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بيدرو شانشيز على إتر تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية وعراب الملك بهذه المناسبة عن أحر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات للسيد بيدرو سانشيز بموصول التوفيق في خدمة الشعب الإسباني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الرقي والازدهار ومما جاء في بقية الملك وإذ أبارك لكم تجديد البرلمان الإسباني أتق في شخصكم يسعدني أن أقدم لكم مجددا عزمي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم للمضي قدما لتنصيخ علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين بلدينا والتعزيز المرحلة الجديدة لشراكتنا الاستراتيجية التي تبنيناها معا القائمة على أسس حسن الجوار والتقل المتبادلة والحوار الدائم والبناء كما أشهد الملك بالتزام البلدين الجارين بتكريس تطابق وجهات نظرهما بخصوص مختلف القضايا الجهوية والدولية ذات الاتمام المشترك تجسيدا لما يتقاسمه الشعبان الصديقان من إرث حضاري وتقافي عريقة وإسهاما في ضمان السلم والاستقرار والرخاء في المحيط الأورو المتوسطية ترجمة نانسي قنقر